اشتركوا في القناة وعلى ما بذله من جهود قيمة ومساعي مقدرة طوال مسيرة عمله رئيسا لديوان ولي العهد منذ عام 2005 متمنيا سموه لمعالي الشيخ خليفة بن الدعيج الخليفة التوفيق في مهامه المقبلة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعينه مستشارا لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كما تمنى سموه التوفيق والسداد لمعالي الشيخ سلمان بن أحمد بن سلمان الخليفة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعينه رئيسا لديوان ولي العهد وقد وجه سموه بتحديد فترة انتقال صلاحيات رئيس ديوان ولي العهد من الرابع من مايو 2021 إلى الحادي والثلاثين من مايو 2021 من جانبه أكد معالي الشيخ خليفة بن الدعيج الخليفة اعتزازه بالثقة الملكية السامية وتشرفه بخدمة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومملكة البحرين وشكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء على دعمه المتواصل في كفة المهمات الوطنية التي يتشرف بحملها واجبا وشرفا كما أعرب معالي الشيخ سلمان بن أحمد الخليفة عن عظيم امتنانه واعتزازه بالثقة الملكية السامية وتشرفه بخدمة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء ومملكة البحرين منوها بتطلعه للعمل والتعاون مع الجميع لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ترجمة نانسي قنقر